نحن الآن في الحارات الجنوبية بمدينة أمدرمان تحديدا في محلية كريري وأكثر تحديدا نحن الآن في الحارة الثانية بمحلية كريري بأمدرمان الكبرى كما تشاهدون الآن هذا الواقع الذي خلفته عمليات القصف المدفعي من قبل قوات الدعم السريع لعدد من منازل المواطنين هذا المنزل بالحارة الأولى تضرر ضررا بليغا جراء هذا القصف المدفعي لكن رغم هذا القصف المدفعي المتواصل الذي يصل إلى هذه المنطقة لكن المواطنين ما زالوا صامدين في هذه المنطقة نتعرب على أحد سكان هذه الحارة الثانية سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أسامة سر الخطيم طاها أسامة أنتوا قاعدين رقم القصف المدفعي السبب الشيء؟ هنا هي ظروف الحريب وظروف المعيشية ما زالت ضربة العشوية بتاع الدعم السريع بيضرب بيوتنا ومنازلنا وحتى البيت بتاعنا الدانا جاتني وضربت البيت غرفتين حدتين وبرضو قاعدين كثير من سكان الحارتين الأولى والثانية وتحديدا الحارات الجنوبية لمحلية كريري ما زالوا صامدين كما ذكرنا في مواقعهم لماذا يصمدون في ظل هذه الظروف الأمنية؟ مرحب بكم مرحبا أهل ومسهلا يا أهل أبيكم تسلم والله جاعدين كيف الظروف دي؟ والله الحمد لله بس الواحد بتصبر وتيقم بالله يعني وكله بيدي الله يعني سبحانه وتعالى جاكم ضرر دانات؟ نحمد الله لا لكن الحول لنا تضرروا كثير والله فيه كثير ضرر فيه كثير من سكان الحارة توفوا والله شباب وأسر ربنا يرحمهم جميعا ضبّلوا ما زالت كاميرا العربية والحدث تتجول داخل الحارات الجنوبية لمحلية كريري نحن الآن كما ذكرنا في الحارة الثانية نحاول أن نقترب أكثر لنرصد ونستكشف حجم الضرر وحجم القصف المدفعي الذي تعرضت له المنازل في محلية كريري في الحارات الجنوبية الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة تلاحظون الآن هذا هو القصف المدفعي هذه هي شظايا القذائف المدفعية التي أطلقت كما أكد الجيش من قبل الدعم السريع على هذه الأحياء السكنية هذه الأحياء السكنية بطبيعة الحال هي كانت تضم آلاف المواطنين آلاف المدنيين لكنهم الآن بحكم الواقع الأمني غادروا هذه المنازل قصرا تركوا هذه البيوت على هذه الحالة المنازل الآن تضررت الأساثات الآن تدمرت كليا واقع المنازل وواقع القصف يحكي عن حاله بقايا لعب الأطفال الآن ربما لا تجد من يلعب بهذه الأدوات التي تخص الأطفال وحرقت هذه الجزئية من المنزل كما تشاهدون الآن الأسرة بقايا المطبخ مستلزمات المنزل الآن تضررت وتأثرت تأثرا كليا جراء القصف الذي تعرضت له هذه المنطقة لقراتي العربية والحدث من مدينة أمدرمان بمحلية كرري نزار البكداوي ترجمة نانسي قنقر